يجب أن تعلمي عزيزتي الأنثى العظيمة والدر المكنونة والأيقونة الجميلة أن الرجل بطبعه لا يشبع ولا يقتنع لأن الديدنه تربع على الشهوة والرغبة فعندما يضبط شهوته بحدود الأخلاق يصبح نبيا والمشكلة أن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا نبيا من بعدي الملل هو طبع الرجل ولا يمكنه الاستمرار على طعم واحد طول حياته فيرغب دوما بالتجريب وبالتذوق ويشجعه على ذلك رؤية الجميلات في الشوارع والسوشال ميديا فتبدأ نفسه بالمقارنة وتعطيه دوما مبرر أنه الشخص المظلوم بوجوده معك الرجل لا يجر على الزواج مرة أو مرتين بسبب ضعف العامل المادي وعدم قدرته على فتح أكثر من بيته ولأن المجتمع لديه ثقافة سلبية حول التعدد فتجده يلجى لعالم الأسرار كي يجد متعته ولذته خصوصا فترة حمل زوجته أو فترة دورتها الشهرية هنا يخطئ الرجل عندما ينسى أن هناك ملكة في بيته ترتقبه يوميا وترتقب منه الكلام الجميل والاهتمام النفسي والجسدي وإن لم تجد منه ذلك تعطي لنفسها أيضا مبرر وقناعة بالبحث عن من يهتم بروحها وجسدها ويتغزل بجمالها المسكين لا تبحث عن الشهوة كما هو عزيزنا العتريس وإنما تبحث عن من يسمعها ويهتم بها وتتفاجأ بعلاقتها الجديدة مع الذئب البشر الجديد أنها مجرد قطعة لحم يتلذذ بها كيفما يشاء تضيع بين شعورين منفصلين بين زوج مهمل وبين ذئب بشر لا يهمه سوى لحمها الطازج وهي تقع ضحية بينهما أقول لها عزيزتي الجميلة الفاضلة لا تدفع الخطأ بالخطأ ولا يوجد متعة مع الألم ولا يوجد حب صادق حقيقي يأتيك من الذئاب البشرية أتمنى إليك الصحة والسعادة ترجمة نانسي قنقر